بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وايقنتوا أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة ربنا سبحانه وتعالى نحن نقول له أيقنت في هذا الدعاء وفي الحقيقة هنا نحتاج أن نقف وقفه عند كلمة أيقنت لم أوفق للحديث عنها في اللقاء السابق مع الأحبة في الحقيقة نحن قد لا نعيش اليقين قد لا نصل إلى درجة اليقين كيف نقول أيقنت هذا الدعاء الذي نطق به حسب الظاهر هو أحد الأئمة صلوات الله عليهما هذا الدعاء مروي عن بعض وكلاء ونواب الإمام المهدي عليه السلام وكأنه من أدعية الإمام المهدي عليه السلام فمن الطبيعي أن هذا الإمام العظيم يقول أيقنت أنك أنت أرحم الراحمة لكن أنا ضعيف اليقين كيف أقول وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمة طبعا هنا لابد أن نستحضر حقيقة من الحقائق أن اليقين الذي ورد لدينا في بعض الروايات أنه ما قسم الله بين عباده شيء أقل من اليقين أقل ما الله سبحانه وتعالى أعطاه لعباده هو اليقين لكن يبقى نحن حينما نقرأ هذا الدعاء لابد أن نستحضر لابد أن نعيش على الأقل الحياء من الله أننا لا نتمكن أن نقول هذه الكلمة بصدق كامل لا نتمكن أن نعبر عن هذه الكلمة بملء أفواهنا وإنما هذه الكلمة نقولها مع الله سبحانه وتعالى نحاول أن نحقق على الأقل مرتبة دنيا من مراتبها لكي نكون صادقين لا نكون كاذبين مع الله سبحانه وتعالى حينما نتفوه بهذه الكلمة ولكن في نفس الوقت نعرف قدوتنا وإمامنا وأسوتنا كيف أنه عاش اليقين بهذه الحقائق ونحاول أن نتحرك باتجاه الاقتداء به والتأسي به باتجاه أننا نعيش اليقين الذي عاشه ولو في مرتبة متقدمة من المراتب بالنسبة إلى ما نحن فيه الآن من تراجع في مسألة اليقين نحن توجد لدينا معلومة أننا نعلم بأن الله هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة ولكن هذه المعلومة قد لا تصل في واقعنا إلى درجة بحيث نقدر نسميها يقين نحاول أنه نوثقها نحاول أن نأكدها نحاول أن نعيشها في وجداننا نحاول أن نراقب أنفسنا وسلوكنا ومشاعرنا نشوف هل حقا هذا السلوك هو سلوك متيقين أن هذه المشاعر مع الله هي مشاعر إنسان على يقين الإنسان حينما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يعيش درجة عالية ورفيع جدا من حب الله يعيش درجة عالية ورفيع جدا من الرجاء لله سبحانه وتعالى يرجو الله سبحانه وتعالى يتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا عاش درجة عالية من معرفة أن الله سبحانه وتعالى أشد المعاقبين سيعيش الخوف من الله سبحانه وتعالى إذا وجد نفسه ليس خائفا إذا أنا أفتش نفسي وأراجع أنا أشوف سلوكي وحركتي ونظرتي للأمور وتخطيطي لمستقبلي في كثير من الأحيان فارغ من الإيمان بالله فقط أفكر بعقل دنيوي فقط أفكر بمصالح دنيوية هنا وهناك كيف أحقق هذه المصلحة كيف أتغلب على هذا الإنسان كيف أتفوق على هذا الإنسان من دون أن أفكر أنه هناك وأن إلى ربك الرجعة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الإنسان حينما يلاقي الله سبحانه وتعالى لا يعلم هل أن الله سبحانه وتعالى سيعامله بالرحمة هل أنه هو من مواضع الرحمة فيكون ينالها لأن الله رحمته تكون في موضع الرحمة لا يرحم في غير موضع الرحمة أو أنه يكون في موضع الأقاب الأقاب الذي لا قبل لأحد به ونحن هكذا نقرأ في بعض الأدعية أيضا المروية عن الأئمة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كوميل حينما يتحدث عن عقوبة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض مو أنا الضعيف الإنسان الضعيف وإنما ما لا تقوم له السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي هو أرحم الراحمين هو أشد المعاقب فلهذا إحنا حينما نعرف الله هذه المعرفة التي يشرق فيها نور الرجاء من جانب معرفتنا برحمته سبحانه وتعالى في نفس الوقت نعيش توازن الخوف مع الرجاء حينما نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أشد المعاقب صحيح إحنا من نتوقع أن الله يعاقب نفترض أنه سنقع في العقاب الإلهي وإنما نحسن الظن بالله وإنما نتوقع الخير من الله ولكن هذا المحتمل الخطير الذي نخشى منه والذي لا نتمكن أن نعيش الأمن الكامل منه لأن الإنسان صحيح ويتوقع الخير من الله يحسن الظن بالله يعني يتوقع أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه سيغفر له سيتوب عليه سيعامله بلطفه لا يعامله بعدله لكن لا يتمكن أن يعني يقطع ويجزم بذلك لأنه من الممكن أن بعض الذنوب التي صدرت منه أو التي يمكن أن تصدر منه أو الذنوب التي أقام عليها وهذه من أشد الذنوب الذنوب التي يقيم عليها الإنسان ولا يتوب منها يمكن أن الله سبحانه وتعالى يطلع على العبد كما ورد في بعض الروايات عن أهل البيت إن الله سبحانه وتعالى قد يطلع على عبده ويجده في معصية فيقول له اذهب لا غفرت لك بعدها أبدا استجعروا بالله حينما نعرف أن الله أشد المعاقبين وحينما نعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما يخلق النار في هذه الدنيا اللي يخلقها لماذا؟ يخلقها كما صرح بذلك القرآن الكريم يخلقها لأجل نفع الناس الناس ينتفعون بهذه النار كثير من الأمور ينتفعون بها هذه النار التي في الدنيا لأنه يطبخون عليها ينضجون عليها طعامهم وأمثال ذلك مما يحتاجونه مثلا يفخرون بها بعض الأمور التي تعدل البناء وأمثال ذلك من الأمور بل حتى يصهرون بها الحديد وأيضا هذه النار يصير بدرجات عالية جدا يصهرون بها الحديد أيضا ينتفعون منه ولكن مع ذلك القرآن ماذا يقول؟ يقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين شوفوا لننا إذا نقف شوية نتأمل سنطلع على أمر عظيم حقيقة خطير جدا أن هذه النار الله خلقها كأنه لأمرين أولا هي تذكرة يعني تذكرنا بالنار الآخرة يعني تنبهنا للنار الآخرة هذه النار نموذج مصغر بسيط جدا وهذا النموذج ليس فقط تذكره وإنما هو متاع في هذه الدنيا هو متاع فهذه النار التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده لكي يتذكروا بها تلك النار الآخرة هذه النار التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده رأفة ورحمة بهم لكي يستفيدوا منها في هذه الدنيا وينتفعوا بها كيف بتلك النار التي سجرها جبارها لغضبه كما ورد لدينا في بعض الروايات الجبار جبار السماوات والأرض سجر النار لأجل ماذا؟ لكي يعبر بها عن غضبه لكي يعاقب بها من يستحق العقوبة وأشد المعاقبين وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة أي نار تلك؟ تلك النار التي تكون نزاءة للشواء هكذا القرآن الكريم يتحدث عنها يشير إليها في شدتها فقط نتأمل بشكل بسيط سطحي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وخلق المحيط الذي به وخلقه باتجاه رحمة إليه ولطف به وعناية به وتربية إليه ونلاحظ كل قوانين الجسم وأجهزة هذا الجسم هي قوانين ترجع إلى رحمة بهذا الإنسان وإلى استقرار لهذا الإنسان هذه القوانين اللي هي كلها موظفة حتى الآلام الآلام تنبهنا إلى وجود خلل في بعض أجهزة الجسم يضطرنا لكي نعالج هذا الخلل الآلام التي نعيشها ونتضجر منها ونتظور منها في بعض الأحيان الآلام المبرحة الشديدة هي هذه الآلام مؤشر على وجود خلل في أجهزة جسمنا فالآلام أيضا فيها شيء من الرحمة وإن كانت هي ألم وإن كانت هي فيها شيء من العذاب والألم لكن هي أيضا فيها شيء من الرحمة ما ظنك بربنا إذا أراد أن يخلق شيء لأجل أن يعاقب هو سبحانه وتعالى يريد يخلق خلق هذا الخلق يكون هذا مسخر وموظف ومهيأ وموجه باتجاه تعذيب الإنسان وهو أعرف بمن خلق وهو أعلم بمن خلق فمن الطبيعي جدا أنه يكون هذا شيء لا يمكن لأحد أن يطيقه العقوبة الإلهية التي بشدتها لا يمكن أن نتصورها بأمدها أيضا لا يمكن أن نتصورها يعني بطول مدتها أيضا هي غير قابلة للتصور هذه العقوبة التي تمتد إلى أحقاب والأحقاب آلاف السنين وهذه العقوبة التي تمتد بالنسبة لبعض الناس المعاندين الكافرين تمتد إلى أبد الأهبدين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله هذا جعل البعض أصلا لا يطيق أن يفسر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بهذه العقوبة لكن التفسير واضح الله سبحانه وتعالى حينما يعاقب ليس من دوافع انتقامية وإنما هذا يستحق العقاب هذا الإنسان الذي تجر على العظم المطلقة يستحق العقاب باختصار حتى أن أرفع الالتباس ولا أريد أن أقف في هذه الأيام في هذه الليالي الشريفة لا أريد أن أتحدث بطريقة استدلالية وبرهانية واعتقادية وإنما نريد أن نستذكر أن نعيش على ضفاف دعاء الافتتاح نريد أن نعيش الأجواء الروحية في هذا الدعاء أكثر مما ندخل في أعماق الاستدلال والبرهان في هذا الجانب باختصار شديد الإنسان حينما يعصي أصيانه يكون يستوجب عقوبة على مستوى شدة المعصية العقوبة دائما تتناسب طرديا دعني أتكلم بلغة الرياضيات تتناسب طرديا مع شدة المعصية والمعصية أيضا تتناسب طرديا مع أهمية من ترتكب المعصية في حقه يعني الإنسان إذا ارتكب معصية بمستوى ارتكب جرم بمستوى محدود عقوبة تكون محدودة بما يتناسب مع ذلك الجرم إذا ارتكب جرم بمستوى أكبر عقوبة تكون أيضا بمستوى أشد من تلك العقوبة الأولى لماذا؟ لأن الجرم أكبر في نفس الوقت أيضا هناك قانون وحقيقة من الحقائق لا يمكن لأحد أن يشك فيها وهي أنه الإنسان حينما يرتكب جريمة في حق إنسان عظيم ممثل ما يرتكب جريمة في حق إنسان عادي ليش؟ لأنه هذا الإنسان العظيم حينما يكون حقه أعظم الجريمة يصير في حقه أشد يعني الإنسان اللي يقتل مؤمن من أعظم المحرمات لكن إذا يقتل نبي من الأنبياء من طبيعة يكون الحرمة ويكون الجريمة ويكون العقاب أشد من ذاك العقاب اللي لقت المؤمن عادي لماذا؟ لأن هذا الجريم ارتكبت في حق منه أعظم الأصيان لله سبحانه وتعالى في الحقيقة لا يرتبط بأفعال الناس مع العباد وإنما هي معاملة مع الله الطرف الثاني هو الله لا تنظر إلى ما أصيت ولكن انظر إلى من أصيت الله حينما تكون عظمته مطلقة يعني لا يمكن أن يحدها حد من الطبيعي جداً رح تصعد نسبة العقوبة إلى درجة العقوبة اللي يستحقها الإنسان أرحم الرحمين بعض الأحيان يتجاوز وأكثر الأحيان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن العاصين يعفو عنهم ولكن هذه العقوبة اللي بعض الأحيان الإنسان يستحقها ولا يكون مؤهلا للرحمة لأنه يطرد نفسه من ساحة رحمة الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة لا عجب أن تكون عقوبة شديدة جداً وأن تكون عقوبة أبدية وأن تكون عقوبة خالدة ليس عجيباً ذلك لأنه حينما يدخل بالمعادلة لا نهاية إذا نتكلم بالرياضيات حينما يدخل بأحد أطراف المعادلة لا نهاية طبيعي في نتيجة المعادلة أيضاً يصير أدنى لا نهاية ليش؟ لأنه هذا الإنسان حينما يعصي الله بدرجة حينما يعصي ويرتكي بالجريمة بدرجة أكبر عقوبة راح تشتد فإذا هو ارتكب الجريمة في حق موجود عظيم جداً في حق موجود عظمته لا يمكن أن تحد بحد من الطبيعي أن عقوبة هذا الإنسان أيضاً تكون بدرجة بحيث لا تحد بحد بعد ما يبقى إتنا شبهة إحنا من استوعب إحنا من نتحمل إحنا من يقدر نصور هذه الحقائق وهي أشياء من يقدر نصورها؟ هو هذا عالمنا وكرتنا الأرضية ومجموعتنا الشمسية ومجرتنا وما أشبه ذلك هو هذا عالمنا المادي وإحنا من يقدر نصورها زين ليش تروح بعيد العالمنا المادي وتصعد بالفضاء؟ هو لا إحنا ما نعيشه في دواخلنا هاي ذرات أجسامنا إحنا من يقدر نصورها زين هو الإنسان ما يقدر يصور الأمور على حقيقتها بشكل كامل وما أتيتم من العلم إلا قليلا لكن بحمد الله هذا العقل الذي يشير لنا إلى حقائق الأمور هو الذي الله سبحانه وتعالى يحاسب به ويآخذ به ويثيب به ويعاقب به فهذا العقل هو ينبهنا بعد يرفع أن هذا الغموض وهذا في الوقت الذي يعبر لنا عن خلفية شدة العقوبة الإلهية في الوقت نفسه يعبرنا عن أن هذه العقوبة تكون في موضعها إحنا نحب الله حتى وهو أشد المعاقب حتى من جانب أنه أشد المعاقب لماذا؟ لأن هذه عقوبته هي عقوبة الحكيم لأن هذه عقوبته هي عقوبة من يضع الأمور في مواضعها وكما نحب الله سبحانه وتعالى لرحمته نحبه لعقوبته هذا من زاوية الحكمة صحيح إحنا رحمة الله سبحانه وتعالى تجعلنا نتوقع أن ننال قصطا منها ونصيبا منها وإحنا دائما نرتع في رياض رحمة الله سبحانه وتعالى كل ما حولنا هو من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى فبما فيها من جانب ذاتي يخصنا أن طبيعي الرحمة تجعل صدورنا تنشرح لله سبحانه وتعالى وتنفتح على الله سبحانه وتعالى أكثر ولكن هذا العقاب الإلهي وشدة العقوبة الإلهية لا ينبغي أن تمثل حاجزا بيننا وبين محبة الله وبيننا وبين الارتباط مع الله سبحانه وتعالى لأن هذا أشد المعاقبين أين؟ في موضع النكال والنقمة فعنا نقول لأيقنت أنك أنت طبعا أنك أنت هيدل على الحصر يعني لا يوجد يا ربي سواك بهذا الشكل وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة الله سبحانه وتعالى هذا الكبرياء لماذا لا يليق التجبر بالإنسان؟ لأن الإنسان هو ضعيف لأن الإنسان هو حقير لأن الإنسان هو صغير لأن الإنسان هو مسكين لأن الإنسان هو كلا شيء أما حينما يكون المتجبر هو جبار السماوات والأرض فلا يليق به إلا التجبر لا يليق به إلا التكبر لا يليق به إلا العظمة وإظهار هذه العظمة فلهذا نقول لربنا ذلك الذي هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة هو من نفس ذلك الموقع هو أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة وهو سبحانه وتعالى موضع الكبرياء والعظمة وهو سبحانه وتعالى عز وجل هو العظمة التي لا يمكن للعباد أن يحيطوا بها وأن يعرفوا عمقها وأن يسبروا شيئا من غورها نحن آيات الله سبحانه وتعالى لا نتمكن أن نعرفها بشكل كامل خلق الله سبحانه وتعالى في بعض الأحلى لا نتمكن أن نعرفها بشكل كامل لكن الله سبحانه وتعالى بعظمته نحن ليس أمامنا إلا أن نقف أمامه خاشعين مستكينين منحنين ساجدين راكعين شوفها حالة السجود حالة الركوع هذه مو مجرد حركات رياضية هذه حركات تعبر عن التذلل أمام الله سبحانه وتعالى أنا ليش حينما أكون واقف بالصلاة ثم أن أنزل إلى السجود وكأنه الإنسان يعني شيء من الماء ثم يسيل يعني مقدار من الماء ويسيل على التراب هكذا الإنسان ينهار كأنه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام عظمته فيسجد هذا الإحساس بالعظمة الإلهية والتجبر الإلهي هو الذي يورث الخشوع في النفس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا به ويقينا به وأن يعرفنا خفايا أنفسنا سيئات أعمالنا وأن يتجاوز عنا إنه هو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر